ثلاثة مشاريع حيوية وأساسية للبنان واقتصاده وقع المجلس الأعلى الخصصة عقودها الاستشارية للمساعدة في تنفيذها مع ثلاثة استشاريين دوليين هم مؤسسة التمويل الدولية البنك الأوروبي للأعمار والتنمية وكونسورسيوم من شركتي كي بي أم جي وصرون حفل التوقيع الذي أقيم في الصراع الحكومي رعاه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بحضور وزير الأشغال العام والنقل يوسف فنيانوس السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسن وشخصيات اقتصادية مشروع توسعة مطار بيروت ليكون في مبنى الركاب الثاني ترمينول توب هذا المبنى هون هذا بيكون أول جزء من المبنى الركاب الجديد الذي سيكون وهذا بيكون الجزء الثاني أول جزء بيزيد استعاب المطار 6 مليون راكب وتاني جزء 6 مليون راكب تانيين المشروع الثاني هو مشروع طريق بيروت العقيبة يلي هو طريق سريع من خلدة لدبي لنهر إبراهيم هيدا المشروع عم نشتغل عليه راح نشتغل عليه مع اليوروبيان بانك فور ريكونسراكشن ان ديولوبمنت الثالث مشروع هو اللبنون ناشنول داتا سنتر هو مركز المعلومات الوطنية الحريري قال نشهد توقيع العقود بين المجلس الأعلى الخصص مع عدة استشاريين لبدء عمل يأتي في صلب مشاريع مؤتمر سادر وأضاف لدينا أمل كبير جدا في هذا العمل خاصة لنجاح رؤيتنا الاقتصادية والاجتماعية وأيضا خلق فرص العمل نشوف فيه ثلاث مشاريع كبرى يعني إذا نطلع على ثلاث مشاريع هم نحكي تقريبا فوق الأربع مليار أظن إذا مش أكتر أربع مليار ونص خمسة فإن شاء الله وهيدا مع القطاع الخاص وهيدا شيء اللي بشجعنا وشيء اللي نحن بنسعى له لأنه نحن علينا أن نقوي القطاع الخاص بشكل كتير كبير لأنه هو الأساس بالاقتصاد أريد أن أشكر وزير الأشغال مع الوزير يوسف أن يونس اللي قيم جهد كتير كبير معنا بالنسبة للمطار وأيضا كل المشاريع الأخرى وأيضا جمال جراح وعماد اللي اليوم هوني كمان موجود معنا للسعي بنعمل الحلم اللي كان عندنا بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام أخيرا اليوم عم نشوف يعني عم نشوف أول مشاريعه والمشاريع الكبرى وإن شاء الله سيكون في مشاريع أخرى بالكهرباء والماء بعدة قطاعات توسعة التي طالت أو تأخرنا تأخرت الدولة اللبنانية بأن تكون فيها توسعة يعني هلأ الناس حيقولوا أف عشرين مليون ايه عشرين مليون وإذا فينا نعملوا لخمسة وعشرين نعملوا لأنه بس لما عملناه لستة مليون كمان ناس قالت أف وقالت أنه رفيق الحريري شو عم يعمل وعم يصرف هالمصاري هلأ أطمنوا نحن مش هنصرف المصاري للقطاع الخاص اللي حيجيب المصريات فنحن قاعدين الدولة اللي ما حد تتكبد عشان ما يطلع لي شيء اقتصادي من هالاقتصاديين الجديد اللي بيفهموا بالاقتصاد بس ما بعرف من وين اخدين يعني شهاداتهم ولكن هيدا قطاع خاص هو اللي بيقوم بهذا الشيء ونحن يعني مع البنك الـ EBRD والبنك الدولي والـ IFC هذا الشيء بيشجعنا لأنه هيدا الثقة اللي نحن عم نحاول نسعى لها من قبل هيدا المؤسسات وان شاء الله الحمد لله ويعني هيدا الثقة موجودة إذن مرحلة جديدة من العمل تنتظر مطار رفيق الحريري الدولي مشروع تطوير المطار مشروع استراتيجي والمطار دايما بيلعب دور كبير في دفع الاقتصاد ومساندة الاقتصاد لما يلعبه بندور في النشطات السياحية بس هذا المشروع أيضا يعد خطوة بارزة في فتح المجال لاستثمار القطاع الخاص في لبنان بشكل عام وهو قطاع جاذب لاستثمارات القطاع الخاص ولهو سابقة نجاح كبيرة في الدول كثيرة منها في إقليم شمال أفريقيا والشرق الأوسط أكيد خطوة كتير مهمة وكان لازم تصير من عدة سنوات وبنتأمل أنه تنفيذ يصير بسرعة كبيرة لأنه المطار ما بقى يحمل زيادة بعدد الركاب بحجمه الحالي كما يعتبر المشروعان الباقيا من المشاريع المهمة لاقتصاد البلد والله مشروع هو مهم استراتيجيا للبلد وحتى للمنطقة ناشنال ديتا سنتر يعني الآن كل العالم المتحضر is moving toward ناشنال ديتا سنترز بيكون بالبلد وحتى يعني على مستوى الشرق الأوسط حيكون الأهم والأكبر نحن نوقع أولى مجالات دعمنا للحكومة ونريد أن نساعدهم في مشروع لعقايب بيروت Expressway PPP وهذا مهم للبلد ولكل من يواجهون الزحمة الكبيرة كل يوم وهو مهم أيضا في الحركة التجارية ووقع الاتفاق الأول متعلق بتوسعة المطار حايك والمدير الإقليمي للشراكة بين القطعين العام والخاص في مؤسسة تمويل الدولية منير فيروزي ثم وقع الاتفاق الثاني لأوتوستراد بيروت العقيبة حايك والمدير المقيم للبنك الأوروبي للأعمار والتنمية في لبنان ووقع الاتفاق الثالث حايك وموثل شركة KPMG نافذ المرعب